موسيقى صباح كمار الله بالخير مشاهدينا صباح جميل لكل من يتابعنا في هذا اليوم وأتمنى أنكم تستنسون ويانا وإن شاء الله تستمتعون بالفقرات اللي مجهزينها بفريق العمل الصباح الخير يا عقوب صباح النور يا عيشة وأكيد أصبح بالخير على كل مشاهدينا أتمنى موضوعاتنا اللي مجهزينها لكم مثل ما ذكرت زميل تعيشة تنال رضا واستحسان كل من يتابعنا اليوم يسعد صباحكم وينما كنتوا أكيد نحن في حلقة كل يوم نجهز لكم مواضيع إديدة ناسب أكيد يومنا واليوم مشاهدينا أيضا حلقتنا بنتخصصة من جانب نقدر نقول الترفيه والأنشطة الصيفية ونحن خلنا نشوف عناوين حلقتنا اليوم عطلتكم غير معسكر صيفي في نادي اتحاد كلبة الرياضي جائزة الشارقة للإسراء الرياضية تدشن النسخة الثانية اليلبة موروث زراعي في المنطقة الشرقية رجعنا لكم مشاهدين من بعد ما عرفنا عنوين حلقتنا اليوم مثل ما ذكرت أنه في كل يوم نحن نخصص موضوع معين أو عنوين لفقرات معينة اليوم إن شاء الله بتكون عن الأنشطة الرياضية طبعا هل الأشخاص اللي حابين أنهم يدخلون هذه ويسجلون حتى عيالهم في هذه الأنشطة الرياضية فبتكون إن شاء الله من خلال حلقة اليوم نصيب كبير في فقراتنا والحل مشاهدين بعد ما تعرفنا على عنوين حلقتنا اليوم بنطلع على آخر الأخبار المحلية الموجودة في الصحف اليومية وأول خبر محلي عندي من صحيفة الخليج وهذه تعتبر مكرمة من مكرمات سمو الحاكم منحة كاملة إذا كان راتب ولي الأمر أقل من خمسين ألف درهم شهريا وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشرقة هيئة كهرباء ومياه الشرقة بتعديل قانون المنح الدراسية وقضى بالمساواة في المنح بين الطلبة من مواطني الإمارة سواء كانوا خريجي الجامعات الحكومية أو حتى الخاصة وأن يتم تحديد المنح بناء على راتب ولي أمر الطالب يعني إذا كان راتب ولي الأمر الطالب أقل من خمسين ألف درهم سواء كان متقاعد أو حتى موظف فيستحق منحة كاملة أما إذا كان أعلى من خمسين ألف درهم فبتكون نصف منحة طبعا هذه التغير نقدر نقول عن السنوات السابقة فالسابق كان إذا كان يعتمدون على دخل ولي الأمر وأيضا يعتمد على إذا كان الطالب متخرج من أي مدرسة سواء كانت حكومية أو خاصة فلله الحمد في هذه السنة هناك فيه بيكون تعديل كبير يعني أي طالب من حتى أيضا تستحق أعتقد خمسة وثمانين بالمئة وما فوق وكان راتب ولي الأمر أقل من خمسين ألف فبتكون منحة كاملة وإذا كان أقل من أو أكثر من خمسين ألف درهم فبتكون نصف منحة فأيضا الأخوة في كهرباء الشارقة فتحوا باب التسجيل لغاية خمسة أغسطس أيضا هذه رسالة للخريجين والخريجات من طلبة الثانوية العامة للحاب أن يخوض المجال الأكاديمي في جامعة الشارقة فبإمكان أن يسجل لغاية خمسة أغسطس وأيضا هناك رسالة يعني أن يسجل ولازم يتأكد أن في الأخير بعدما يدخل بياناته أن تظهر لرسالة تمت العملية بنجاح ويكون هناك رقم من هذا الرقم الذي يقال عنه رقم المرجع من هذا الرقم بإمكانه أن يستفسر عن بعض الأمور أن يراجع حتى هيئة كهرباء ومياه الشارقة بأي أمر يخص هذه المنحة صاحب السمو حاكم الشارقة دائما عودنا على الاهتمام بجميع الشرائح المجتمع والاهتمام في التعليم في دولة الإمارات وإمارات الشارقة والاهتمام بالثقافة بشكل عام فمثل هذه المكرمات ليست بغريبة على صاحب السمو حاكم الشارقة هذا أندل يدل أيضا على اهتمام صاحب السمو حاكم الشارقة بالطلب الخريجين يعني حاب أنهم أكيد يخوضون مجال أكاديمي المجال الدراسي فوفر لهم كل مقاومات اللي ممكن أن يتأهلهم حتى يكونوا أكيد أشخاص ذو خبرة ذو تخصص في المستقبل أما بالنسبة للخبر الثاني الموجود عندي في الصحيفة نفسها تطوير تطلق دورتها الثانية من برنامج جسور المعرفة تدريب 15 طالبا من جامعة الشارقة بالمملكة المتحدة أعلنت مؤسسة الشارقة لتطوير القدرات التطوير التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمتكرين انطلاق الدورة الثانية من برنامج جسور المعرفة الذي يستهدف طلبة الجامعات المواطنين في إمارة الشارقة وذلك من خلال رحلة تدريبية متخصصة إلى المملكة المتحدة تنطلق خلال فترة من 5 إلى 15 أغسطس المقبل تتضمن زيارة عدد من المؤسسات الرائدة العاملة في مجال تنمية قدرات الشباب وريادة الأعمال مشاهدين هذا البرنامج بضم 15 طالبا من المتميزين والمتفوقين سواء كانوا من طالبة جامعة الشارقة أو حتى الجامعة الأمريكية وكليات التقنية العليا في الشارقة ومراكز الناشئة في الشارقة أكيد اختاروا مفقى معايير محددة هناك تضمن هذا البرنامج زيارة عدد كبير من الأماكن والمرافق سواء كانت الابتكارية أو حتى الابداعية ومن ضمن هذه زيارات أكاديمية سانت هيرس العسكرية في المملكة المتحدة يعني هذه أيضا من أمور جميلة التي تسقل مهارات خاصة الطلاب وحتى الشباب يطلعون على الخبرات الخارجية سواء كانت مثل ما ذكرت العسكرية الابتكارية الابداعية والأمور الأخرى يعني برامج كثيرة تكون في إمارة الشارقة وهذا أندل يدل على اهتمام صاحب السمو نقدر نقول بجميع المجالات وحتى جميع الفئات سواء كانوا صغار أو حتى الكبار نعم مثل هذه الرحلات التعليمية أكيد تكون لها فائدة كبيرة على أفراد المجتمع خصوصا الطلاب اللي يروحون ويكتشفون مثلا بعض الاختراعات أو حتى يشوفون بعض المجالات أو حتى يكتسبون خبرة في مجالات متعددة خارج الدولة بعدها يرجعون للدولة من خلال خبراتهم هذه ممكن أن يطبقونها ويستفيدون منها في مجالات كثيرة أكيد ومن الشباب إلى الطفولة أثر أعلانها فتح باب الانتساب للعضوية الشارقة لحماية الطفولة تستقطب 46 عضوا جديدا نحن قبل فترة استضفنا الشخص أيضا للحديث عن الشارقة لحماية الطفولة بشكل موسع استقطبت شبكة الشارقة لحماية الطفولة المؤسسة الرائدة في مجال حماية الطفولة 46 عضوا جديدا في غضون أسبوعين على أثر أعلانها فتح باب الانتساب لعضويات الشبكة وتستهدف الشبكة استقطاب 250 عضوا خلال الفترة المقبلة حتى نهاية العام الجاري وتسعى الشبكة إلى أن تكون الأولى عربيا لحماية الطفولة في الوطن العربي نهاية 2019 شوي منتكلم عن العضويات هناك في عدة عضويات منها عضوية المؤسسات حيث تمنح بعد استفاء الرسوم المقررة لمدة سنة واحدة وأيضا عضوية الأفراد ويجب على الفرد الذي يريد التقدم للحصول على العضوية أن يكون مهتما في جانب أو في مجال الطفولة وعضوية الشباب شريطة أن يكون الشاب أيضا منتسبا لمؤسسة تعليمية أو أن يكون مهتما بمجال الطفولة أما عضوية الطلبة فتكون هذه أيضا مجانية تجيعا للطلاب أنهم يخوضون هذا العالم الذي هو حماية الطفولة ويكونون أكيد دارين عنها وسفراء في مجال الطفولة أكيد طبعا راح يكون فيه متخصصين في هذا المجال يا عاشا بحيث أنه دائما اهتمام إمارة الشارقة بالطفول اهتمام كبير فلابد هناك يكون متخصصين في هذا المجال نبدأ بالأخبار اللي عندي مشاهدين الكرام من صحيفة الاتحاد عشرين جهة تشارك في الوقاية من الانهاك الحراري بإمارة الشارقة أطلقت منطقة الشارقة الطبية بالتعاون مع عشرين جهة حكومية اتحادية ومحلية والقطاع الخاص حملت الوقاية من الانهاك الحراري والتي تقام للعام العاشر على التوالي واستهدفت الحملة التي انطلقت من نادي شرطة الشارقة أمس ألف عامل في يومها الأول في موقعين إنشائيين تم خلالهما توعيتهم بالانهاك الحراري وتعزيز الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع بمخاطر الحرارة المرتفعة واحتمالات الإصابة بالانهاك الحراري وتشجيع الفئة التي تتطلب أعمالهم التعرض لأشعة الشمس، اتخاذ الإجراءات الوقائية واتباع ممارسات صحية سليمة لتجنب الوصول لمرحلة الإصابة طبعا بارتفاع درجات الحرارة لكي نرى مبادرات كثيرة في هذا الجانب مبادرات توعوية من أجل التجنب لإنهاك الحراري لدى العاملين في درجات حرارة مرتفعة بالأمس قرأنا خبر جدا جميل عن تقريبا ارتفاع نسبة للأشخاص غير مصابين بالإنهاك الحراري هناك حالات وصلت لـ 95% مقارنة بالأعوام السابقة أن زاد الوعي لديهم أيضا خلال فترة الظاهرة هناك قانون يمنع عمل هذا العامل خلال وقت الظاهرة وبالإضافة إلى الحملات والبرامج التوعوية بالنسبة سواء كان للعاملين أو حتى لأصحاب المؤسسات والمنظمات وأيضا من ضمن الأشياء الجميلة المبادرات اللي يقومون بها والحملات توزيع المياه وأيضا توزيع القبعات اللي تكون فيها مروحة للعمال حتى الإجراءات القانونية الموجودة عاشا للشركات الكبرى أو حتى المتوسطة والصغرى لابد الالتزام بقانون عدم ممارسة العمال في وقت الظاهرة في أوقات معين أعتقد من الساعة 12.30 الظهر إلى الساعة 3.30 فيمنع منع بطن ممارسة أي عمل في هذا الوقت من قبل العمال طبعا مشاهدينا ننتقل الآن إلى الخبر الثاني أيضا من صحيفة الاتحاد التمكين الاجتماعي يعقد جلسة نحن عيال زايد أقامت مؤسسة الشارقة التمكين الاجتماعي جلسة حوارية بعنوان نحن عيال زايد قدمها سالم علي أحمد الشحي عضو المجلس الاتحادي بهدف تعزيز الانتماء الوطني وممارسات المواطنة الصالحة والقيم الإماراتية في نفوس الأبناء العيتام المنتسبين للمؤسسة وقال سالم الشحي تحاورنا مع أبناء التمكين الاجتماعي حول منهجية زايد في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة وقبل ذلك يجب أن يبني الإنسان نفسه وطبعا مثل هذه المحاضرات تعريف أفراد المجتمع الإماراتي بعمل زايد والأعمال التي قام بها زايد الخير في بناء دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء الإنسان في بناء المجتمع الإماراتي ككل فلابد علينا أيضا تعريف الأجيال القادمة بعمل زايد في دولة الإمارات العربية المتحدة نحن أيضا في عام زايد فيذكرون محاسن وأعمال هذا الرجل الباني هذه الدولة في مثل هذه الأمور حتى يزرعون أيضا في نفوس الأبناء القيم والمبادئ التي تمنى الشيخ زايد طيب الله ثراع أن تكون في أبناء هذه الدولة نعم الخبر الرياضي مشاهدين الكرام قمة الأبهار والنجمة الثانية للمنتخب الفرنسي توجه المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بفوزه مساء أمس على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي يقيمت في العاصمة الروسية موسكو وأضاف المنتخب الفرنسي الذي أنهى المغامرة الكرواتية إلى سجله للقب منديال هذا العام بعد عشرين عاما من تتويجه المرة الأولى على أرضه في فرنسا وتحديدا في باريس عام 1998 أما المنتخب الكرواتي ففشل في إحراز اللقب للمرة الأولى في تاريخه علما أنه بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى أيضا في تاريخه طبعا أزل الستار مشاهدين الكرام على منديال روسيا لهذا العام وعلى صعيد الجوائز الفردية حصل اللاعب الكرواتي لوكا مودريتش على أفضل لعب في المنديال ومبابي على أفضل لعب ناشئ أما الحارس البلجيكي كورتوا حصل على أفضل حارس في المنديال طبعا انتهت المتعة في كاس العالم روسيا لهذا العام عام 2018 ننتظر أربعة سنوات أخرى لنستمتع بمنديال آخر في العالم ونحن أكيد نبارك أيضا لمشجعي المنتخب الفرنسي وأيضا يعقوب على فوز المنتخب الفرنسي حسن أن يعقوب البارحة كان على أحار من الجمر شو كان شعورك يعقوب لما فاز المنتخب الفرنسي هنا يشجعون المنتخب الفرنسي صحيح عدل أبيتهم أنا صراحة كنت متوقع فوز منتخب الفرنسي بحكم أنه خبرة أكثر وخصوصا أن منتخب الكرواتي لعب مباراة أكثر من منتخب الفرنسي بحكم أنه في دور ربع النهائي ونصف النهائي وحتى في دور السطعش كان دائما يوصل للأشواط الإضافية يمكن كان عامل اللياقة البدنية مهم جدا في المباراة النهائية جميل يعني هذه الأمور كلها ما أعرفها بس كل التوفيق خلاص خلصها خلصها خلاص نعم نبارك لمشجعي المنتخب الفرنسي فوز أكيد المنتخب الفرنسي في هذه المباراة نعم ونترى إن شاء الله بعد أربع سنين أربع سنين إن شاء الله يا الله يجعلنا مننا يحيين إن شاء الله مشاهدنا طبعا هذه كانت جملة من الأخبار المحلية لصحف دولة الإمارات لهذا الصباح والآن ننتقل نتعرف على درجات الحرارة المتوقعة في المنطقة الشرقية وباقي ومدن دولتنا لهذا الصباح بقوة معنا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شاهدنا درجات الحرارة المتوقعة مشاهدين الكرام في المنطقة الشرقية وباقي مدن دولتنا لهذا الصباح مثل ما عودناك في بداية كل الحلقة يكون عندنا موضوع للنقاش اليوم موضوعنا في فصل الصيف تقريبا مشاهدين الكرام هل توجد هناك نشاطات صيفية ممكن الشخص يقوم فيها في المنزل؟ أنا أعتقد ممكن هي فيه ممكن نشاطات كثيرة أن كل شخص يقوم فيها في البيت مثلا يعني مثل القراءة مثل الأشغال اليدوية وغيرها منها المورة عايشة نعم أنا أشوف ممكن أيضا وأنا أكيد أضمت صوتي لصوتك يعني أنه ممكن هذا يعتمد على ولي الأمر ممكن أنه يقوم ببعض هذه الأنشطة يعني هناك فيه أنشطة مخصصة في المراكز هذه الأنشطة المخصصة بمكانه أنه يقوم بها أو يعمل بها في المنزل منها مثلا إذا رحنا نحن المركز هناك فيه مجال رياضي أو جانب رياضي ممكن ياخذ أجهزة رياضية يحطها في المنزل ويقوم بممارسة رياضة مثلا في المنزل وحتى الأعمال أو الفنون والإبداع والأعمال اليدوية الحمد لله الكثير من البرامج متخصصة في جانب الأعمال اليدوية واليوتيوب أيضا ما يقصر بإمكانه مثلا رؤية هذه الفيديوهات أو حتى التعرف والبحث عن كل ما هو جديد ويقوم بها في المنزل وتعليم حتى أبناء يعني لا أحس أن الأعمال اليدوية حتى تأخذ وقت وجهد أحبير هذه تعتمد على الإبداع وعلى الفهم والذكاء ممكن وذكرت أيضا من ناحية القراءة بما أننا نشجع دائما على القراءة بإمكان أن يبدل أو يستحدث مكتبته المنزلية بكتب جديد وقصص جديدة ويقرهه وعياله فبإمكان أن يقوم مثل هذه الأشياء أكيد في المنزل حتى ممكن الألعاب الإلكترونية عائشة يعني ممكن مثل البلاي ستيشن وغيرها أن تكون جزء في حياتنا يعني دائما الترفيه لابد أن يكون جانب مهم في حياتنا خصوصا أن الطلاب الآن هم في إجازة فلابد أن يكون في جانب ترفيه لهم فممكن الألعاب الإلكترونية لها دور كبير أيضا في قضاء وقت ممتع في الصيف لكن دائما نذكر ونقول بحدود بقياس ما دائما يعني نكثر من هذه الألعاب لأن لها أخطار صحية وضرار صحية علينا بشكل عام لكن في نشاطات ممكن أن نقوم فيها في البيت بشكل عام حتى ممكن حتى نشاهد بما أن نحن في فصل الصيف نشوف بعد بعض المسابح الصغيرة الموجودة في البيت لدى الأطفال ودائما الأطفال يستمتعون بالسباحة وغيرها من ممكن الأمور حتى الطبخ يعني للفتيات المهتمات للطبخ لأنه فيه هناك طالبات وأيضا مهتمات للطبخ فليحب أنه مثلا يطور من نفسه في مجال الطبخ بإمكانه أيضا يطور في فصل الصيف هذا يعتبر أيضا نشاط أن يدخل المطبخ ويشوف شوه جديد هذا بالنسبة للفتيات من ناحية الطبخ الأمور منزلية التعلم مثلا الخياطة وغيرها من الأمور هالي المهتمات واللي عندهم أكيد حس فني في مجال الطبخ أو حتى في الخياطة نعم طبعا بعد هذا الموضوع مشاهدين الكرام نطلع لأول فاصل قصير من برنامو الصباح الشرقية وراجعين لكم بقوة معنا حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل من ضمن برامج وأنشطة نادي اتحاد كلباء الرياضي لهذا الصيف مع أسكر صيف الشرق الرياضي تحت رعاية مجلس الشرق الرياضي بعنوان أطلتكم غير مع نادي اتحاد كلباء الرياضي للحديث عن هذا المعسكر نرحب بالأستاذ حسن يمع المراشدة مشرف النشاط في نادي اتحاد كلباء صبحك الله بالخير وراحب فيه في برنامج صباح الشرقية صبحك الله بالنور والسرور وحياكم الله إلى السهل فيك في البداية ما شاء الله برامجكم مميزة نادي اتحاد كلباء دائما نطلق برامج تخص سواء كانت الأطفال أو حتى الكبار نتكلم اليوم عن هذا البرنامج الصيفي المخصص للأطفال من سن 7 سنين لـ 12 سنة فيليت لو نطلق إلى هذا البرنامج أول شيء أحب أن أشكر قناة الشرقية من كلباء وبرنامج صباح الشرقية أشكركم على هذه السضافة وشكر موصول لمجلس الشرق الرياضي على هذا الدعم وخص نادي اتحاد كلباء الرياضي الثقافي على دعمه واستمراريته للبرامج هذه الرياضية الثقافية طبعا هذا برنامج رياضي ثقافي توعوي للأطفال يتضمن الأنشطة الثقافية ويتضمن الأنشطة الرياضية الأنشطة المجتمعية جميل حتى يضم كيف نعرف الأطفال حتى على المؤسسات الحكومية الموجودة شو دورها شو أنشطتها النشاط طرق إلى عدة مواضيع نفس ما قلنا من ضمنها الرياضية والمجتمعية والثقافية جميل الهدف الأساسي من هذا المعسكر ومدته كم تقريبا بيكون المعسكر المعسكر بداية فترة المعسكر مدة شهر ولكن بدأنا في أول أسبوع اللي هو الاستقبال والتسجيل البيانات وتعريفهم الموجودة المواصلات طبعا بالنسبة للأطفال جميل فأساس أن يتعرفون على أماكنهم وكان السكن أماكن تجمعاتهم فترة أسبوع بدأنا والله الحمد أمس الأحد أول يوم كأنشطة رياضية بدأنا بالأنشطة الاستقبال الرسمي والأنشطة الرياضية والثقافية كان عندنا أمس بلدية كلبة جزاهم الله خير كان عندنا هذه المحاضرة توعوية عن الصحة والصحة الغدائية جميل كبتن حسن ممكن هذا أيضا إجابتك تقودني لسؤال ذكرت أنه مهتمين في الجانب الرياضي والثقافي وأيضا الشراكة المجتمعية الثقافي كيف تكون المحاضرات التوعية الثقافة لدى الأطفال أيضا الجانب الرياضي ما الذي تضمنه إلى جانب أكيد الشراكة المجتمعية بالنسبة للثقافي عندنا محاضرات توعوية ومن أولها وأهم من محاضرات هذه محاضرة زايد العطاء نعرف الأطفال على المرحوم بدنا الله الشيخ زايد بن سلطان أنهيان نلصق فيهم هذه القيم والقيم هذه الشخصية العظيمة بالنسبة للأنشطة الرياضية عندنا كرة القدم وعندنا كرة الصالات وعندنا السباحة عندنا اللي هي الدفاع عن النفس الجودو والكاراتي والتكواندو وبالنسبة للأنشطة بعد الثقافية عندنا محاضرات اللي هي الصحة والغذاء السلامة الغذائية عندنا الخدمات المجتمعية نعرف الأطفال على فيه راح يكون عندنا من ضمن الدفاع المدني تعرف على سيارة الأطفال كميل دور المرور الخدمات الاجتماعية راح نعرف دور الخدمات هذه بالنسبة للمجتمع وكيف يكون تعاونها مع المجتمع جميل وين كان المعسكر حسن؟ في النادي نفسه؟ طبعا المعسكر في النادي نفسه ومن ضمن الأنشطة هذه فيه زيارات خارجية من ضمن برنامج الشارقة الرياضي راح نزور المعسكرات أو المراكز اللي تابعها للنشاط هذا فيه زيارات مثل النادي الديد أو البطايح أو الشارقة نفسها راح نتعرف من ضمنها راح يندمج الطفل مع الأشخاص الموجودين في المعسكرات الأخرى جميل وأوقات النشاط أو هذه الأنشطة من الساعة كم للساعة كم تقريبا؟ يبدأ النشاط من الساعة خمس إلى الساعة ثمانة الفترة المسائية الفترة المسائية نعم ليش اخترتوا الفترة المسائية؟ مع أن جميع الأنشطة في الفترة الصباحية كابتن حسن؟ فيه عندنا أنشطة خارجية مثل كرة القدم وفيه عندنا اللي هي زيارة الحدائق وزيارة البحر أن الجو يكون على قلق نعم صح واحدة ممكن اللي حابة عندنا يسهر يسهر لكن في العصر ينضم لمثال هذه الأشخاص سيكون خرص فترة العصر هذه قايم فيها نعم نسمعنا معك الأستاذ حسن لكن سنتابع معك جانب من فعالياتكم في هذا المعسكر وراجعين لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة كرام جانب من الفعاليات التي تقام في نادي اتحاد كلبا وتحديدا المعسكر الذي يقام في نادي اتحاد كلبا نتكلم عن عدد المشاركين في هذا المعسكر يعني من خلال اللقطات التي شفناها فيه إقبال كبير وعدد كبير عدكم في النادي بالنسبة للعدد كنا حاطين على أساس العدد يكون محدود من 100 إلى 120 لكن أمس اتفاجأنا بالعدد وصل تعدى 200 طفل فنحاول نسوي لهم كنترول أو ناخذ الفائل العمرية التي هي الأقل للبرنامج نعم طيب مثل ما لاحظنا قبل شيفة التقرير أو هذه اللقطات كابتن حسن شفت جانب ترفيه بالنسبة للأطفال يعني هناك في زيارات مثل ما تفضلت ولكرت سواء كانت ميدانية أو حتى مجتمعية جانب ثقافي رياضي إلى ذلك أيضا هناك بالإضافة إلى جانب ترفيه يعني مخصصين صالة للأطفال ومهرجين وبلونات وغيرها من الأمور فإليت لو نطرق إلى هذا الجانب الجانب الترفيهي طبعا لابد منه أكيد مع الطفل ولكن السنة استبعدنا اللي هي الألعاب الإلكترونية ما شاء الله في البيت صحيح مش مقصفين 24 ساعة فتعدنا عن الجانب الإلكتروني خضنا الجانب الترفيهي اللي هو الرسم والألعاب وفي مسابقات بعد هاي يوم واحد في الأسبوع بيكونون هاي يوم في الأسبوع يوم مخصص يوم ترفيهي حتى إلى درجة بيكون فيها رحلات خارجية يمكن أن نأخذهم على مركز تسوق أو نأخذهم على مكان يكون فيه تغيير يعني ما رح يكون البرنامج محصور في النادي هذه بس جزء بسيط منها رح يكون فيه زيارات للمحميات الطبيعية بيكون فيها الدوار الحكومية نفس ما ذكرنا بيكون فيه زيارات متعددة جميل في حالك تشاهد مثلا مهارة معينة في هذا الماسكر كيف يتم التعامل معها على سبيل المثال شفتوا مثلا طفل يعني عنده موهبة في كرة القدم كيف يتم التعامل معه خصوصا أنه في النادي طبعا أنا أشكر المدربين الموجودين معنا في البرنامج نفسه عندنا مدرب كابتن إبراهيم مدرب كرة يد عندنا كابتن سيد عندنا مدربة الجودو ومدرب الجودو بعد موجود لاحظنا النقطة هذه ذكرتها أن المدرب يشوف فعلا في مهارات معينة أن هذا الشخص عنده موهبة معينة حتى لو في الرسم حتى لو في الجريح حتى لو كرة اليد وكابتن إبراهيم بدأ يعني يحط الأشخاص هذه يختارهم نعم يختارهم ويحاول أن يوصل حتى لو كرة قدم حاولهم مثلا على مدرب كرة القدم نحاول أن نستقطب مدربين كرة القدم التي في النادي نفسهم بعد ما نحصل الأعداد هذه ويقدر يشوفهم ويستشيدوا منهم الأطفال هذه طيب في بعض الآباء أو أولياء الأمور يتخوفون من خوض أطفالهم لمثل هذه المعسكرات خاصة رياضية يعني أنا كأم ممكن أن أتخوف هناك فيه ألعاب أو رياضات دفاعية أو قتالية هذه مثل الجودو وغيرها من الرياضات فكيف ممكن الطمأن أولياء الأمور أو الأمهات بشكل خاص طبعا الحمد لله أناس ما ذكرت هم الأشخاص الموجودين أو المشرفين على الألعاب هذه كلهم بتخصصها يعني مدرب الجودو أساسا هو مدرب جودو في النادي مدرب كرة اليد هو مدرب كرة يد في النادي مدرب كرة القدم هو مدرب كرة القدم في النادي يعني هذا مختص بهذا الشيء مش من خارج نطاقة عملة والحمد لله العدد كنا نتمنى أن يكون أكثر لكن نفسه ما أقول ما نبي ندخل ما نبي نشتت أنفسنا أن خلاص المدرب هذه إمكانية أن يستقبل 50 طالب أو 20 طالب في مجموعته فنحاول نحصر العداد على حسب المدربين الموجودين يعني تكثر الفعاليات في المنطقة الشرقية في مدينة كلبان في البرامج الصيفية بشكل عام لكل المراكز أو حتى الدوائر الحكومية ما الذي يميز برنامجكم أو معسكركم عن باقي البرامج أو الفعاليات أو الأنشطة الصيفية طبعا شيء أشكر الجميع على برامج الثقافية ما أريد بعد نقول برنامجنا هو الأفضل لكن البرنامج متنوع من جميع النواحي نفس ما ذكرنا في بداية الحلقة ثقافي رياضي اجتماعي برنامج نتمنى أن أولياء الأمور يكونوا راضين على المستوى أو عن حتى بعد نهاية البرنامج أن يكون الطفل استفاد من هذا الشيء من هذا البرامج الذي قدمها نادي اتحاد كلباء ذكرت أولياء الأمور هل رأيتم نقطة أولياء الأمور من ناحية الأفكار المقترحة بعض الأمور التي يمكن أن تفيد نادي اتحاد كلباء من ناحية الرياضية أو الثقافية أو غيرها؟ أو حتى هل هناك كان في استبيان بالنسبة للطلاب في حال رغبتهم بنشاط معين برياضة معينة؟ نعم طبعا في استبيان وهو التسجيل الاسم والرقم الهاتف والمنطقة بينما الشخصية هذا كيف تعرفت على البرنامج الصيفي شاكرين الدور الإعلامي في نشر مثل هذه الإعلانات والدعاية من ضمنها هوايات الطفل هل هو محب ديكورة القدم؟ هل هو محب للسباحة؟ هل هو محب لا لا؟ ما قدر أدخل طفل مسبح وهو ما يعرف للسباحة أو من غير لا أنبه المدرب أن هذا الطفل مبتدئ في السباحة فالمدرب سيركز عليه سيكون العين عليه سيهتم بالمواضي حالي كلها طبعا بالنسبة للسباحة نحن نأخذ كل احتياطات السيفتي والأمان خاصة للمسابح والأمور اللي ممكن تسبب أي مشكلة أو حتى إصابة جميل نتكلم عن المنتسبين في هذا المعسكر احتياطات الأمن والسلامة تكلمت عنها بشكل عن لكن دائما ولي الأمر مثل ما ذكرت عايشة لابد أن يكون حريص جدا على سلامة والده في حال مثلا تعرض أي طفل مثلا لإصابة معينه كيف سيتم التعامل معه هل مثلا الإسعاف الوطني موجود عندكم أو في طباء متخصصين موجودين عندكم في المعسكر نفسه بالنسبة للحالات هذه نحن عندنا فريق أمني هو اللي يتكفل بشغلات الإصابات فريق أمني متكامل فريق أمني موجود في النادي من ضمنهم اللي هم المتطوعين لهم الشكر والفريق الإعلامي طبعا الفريق الأمني هو يقوم بدور التنظيم والدخول حتى لما يدخل الطفل للمركز أو يدخل للصالة الرياضية فريق الأمن يمنع خروج أي طفل من غير وجود ولي أمره جميل وكيف يكون تواصلكم مع ولي الأمر يعني في حال رغبة ولي الأمر بمعرفة كيف هي قدرات ابنة أو الطفل لديكم كيف تتواصلوا معه موجودين نحن في الصالة الرياضية اللي هو المركز الرئيسي للأنشطة واستقبال الطالبات واستقبال آراء وأولياء الأمور طبعا من ضمن الاستبيان فيها أرقام التواصل سواء كانت أرقام المكاتب لنادي اتحاد قلبا وموجودين من الساعة خمسة للساعة ثمانية موجودين مشرفين جميع مشرفين موجودين في النادي جميل حسن في رأيك كل هذه النشاطات والفعاليات الصيفية كيف ممكن الطفل يستفيد من كل هذه الفعاليات أو حتى من معسكركم بشكل عام نتكلم على الجانب الاجتماعي على الجانب الرياضي أو حتى الجانب الثقافي حسن طبعا الجانب الرياضي سيستفيد أكيد من حركة الطفل بشكل عام بما أنه موجود بحركة دائمة بعيد عن مثلا يلسة البيت أو السلوكيات الخاطئة من ناحية الأكل من ناحية الجلوس أمام التلفاز أو الأجهزة الإلكترونية حركة بحد ذاتها صحة ورياضة نعم في الأخير أكيد نتمنى لكم التوفيق لأستاذ حسن جمع المراشدة مشرف النشاط في نادي اتحاد كلباء الرياضي كل شكر على تواجدكم اليوم وينا ببرنامج صباح الشرقية ويعطيكم العافية على هذه الجهود شكرا الله يعافيته إزاكم الله خير إزاكم إن شاء الله مشاهدين الآن نروح لفاصل قصير بنرجع لاستكمال حلقتنا خلكم إيانا موسيقى 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 رجعنا لكم مشاهدين بعد هذا الفاصل كشف مجلس أمناء الدورة ثانية من جائزة الشارقة للإسرة الرياضية عن رؤية جديدة أو رؤية جديدة لديها واستحداث فئتين جديدتين لجائزة التي ينظمها مجلس الشارقة الرياضي تحت رعاية كريمة مقارينة صاحب السمو شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ جواهر بن محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة رئيس جائزة الشارقة للأسرة الرياضية للحديث أكثر عن هذه الجائزة نصبح بالخير على الدكتور صلاح الحاج رئيس اللجنة الفنية والتحكيم في جائزة الشارقة للأسرة الرياضية دكتور صبحك الله بالخير صباح النور إزاك الله خير حياكم الله صباح الخير دكتور صلاح صباح الخير حياكم الله الله يحييك طبعا دكتور في البداية لو تكلمنا عن جائزة الشارقة للأسرة الرياضية بشكل عام بسم الله الرحمن الرحيم طبعا رؤية الجائزة تنطلق من الأسرة وانطلاقا من رؤية الشيخة جواهر رزاها الله خير في حرصها على أن الأسرة يكون لها دور فعال في العملية الرياضية في تحفيز الأبطال وتحفيز الأشخاص اللي هم إنجازات رياضية حبينا أن تكون الانطلاقة من الأسرة دائما الدعم يكون من الأسرة يكون من المجتمع الداخلي في الأسرة لتحفيز هذا البطل هي الأساس حبينا أن تكون الجائزة موجهة لجميع أفراد الأسرة الذين يدعمون البطل سواء الأسرة فيها بطل واحد أو فيها عدة أبطال فجاءت هذه الفكرة ولذلك اخترنا شعار مميز للجائزة وهو أبطال خلف الأبطال يعني الأبطال في الأسرة أولياء الأمور الأخوات هم في الأساس أبطال لدعمهم لهذا البطل فمن هذا المنطلق الجائزة حقيقة تركز على خلق هذه البيئة داخل الأسرة في تحفيز البطل الرياضي لتحقيق إنجازات أكثر من خلال منظومة الأسرة ذكرت تحفيز هذا البطل في هذه الأسرة كيف يتم تجيعة وتحفيزها مقبلكم دكتور طبعاً نحن من خلال الفئات التي وضعناها أربع فئات بنتكلم عنها حرصنا أن نحفز كافة الأبطال داخل الأسرة سواء البطل نفسه أو الأسرة التي تدعم هذا البطل من خلال منظومة معايير عالمية وشفافة وواضحة التي يقدم على هذه الجائزة من الأسر المعايير كلها واضحة ويستطيع بكل سهولة أن يقرأ هذه المعايير وعن طريق النظام الإلكتروني الذي تم استحداثه يتم التقديم مباشرة للجائزة هل هناك أيضاً في معايير مثل ما تفضلت؟ طبعاً هل هناك في اشتراطات معايير؟ طبعاً بالدرجة الأولى هي الجائزة مفتوحة لجميع الأسر الإماراتية في دولة الإمارات يستطيعون التقديم على هذه الجائزة وطبعاً تتمع مثل ما قلت عن طريق الموقع الإلكتروني طورنا برنامج إلكتروني سهل الاستخدام بإمكان أي أسرة أن تدخل وعن طريق خطوات معينة يمكن أن تقدم بكل سهولة ويسر جميل ما الفئات المستحدة والجديدة التي ستكون موجودة هذه السنة معكم؟ نعم إذا نتكلم عن الفئات بشكل عام طبعاً الفئة الرئيسية هي فئة الأسرة الرياضية نعم وعندما نقول الأسرة الرياضية نقصد أن هذه الأسرة فيها عدة أبطال يعني فيها عدة رياضيين حطينا معيار بأن ما يكونون أقل من ثلاثة يعني أي أسرة فيها ثلاثة رياضيين أو أكثر يقدرون يقدمون على هذه الجائزة جميل طيب شو درجة القرابة؟ قلنا نفتح المجال درجة القرابة إلى الدرجة الرابعة يعني ممشن أن العائلة العائلة بحجمها الأكبر يعني نتكلم مش الأسرة الصغيرة حتى نحن نفتح المجال أكثر للأسر يعني الأسر والعوائل الرياضية أنهم ممكن يقدمون يعني مثلاً هذا الأخ مع الأخو أو مع أبن عم أبن خالة نعم ممكن أنهم يقدمون على هذه الجائزة نعم فلما نتكلم عن الفئة الرئيسية الفئة الرئيسية طبعاً هي أهم فئة والفئة الأسرة الرياضية وأيضاً رصدنا لها يعني تم رصد مبلغ 300 ألف كجائزة للأسرة الرياضية تتضمن عدة معايير أهمها طبعاً الإنجازات الرياضية نتكلم على مستوى مثلاً ثلاث أو أربع أشخاص من العائلة تكون لهم إنجازات رياضية نعم أيضاً من هذا أهم طبعاً أهم معيار وعدنا طبعاً يأخذ 60% تقريباً من الدرجات وعدنا عملية التأهيل المهني والتأهيل الأكاديمي والألمي هذا بعد حطيناه لمعيار أنه دائماً البطل هذا لازم يكون يطور نفسه من خلال سواء في مجال الرياضة أو في مجال التعليم والتحصيل العلمي بشكل عام أيضاً من المعايير وضعنا معيار اللي هو الاستدامة يعني لما نتكلم عن بطل رياضي أو شخص في مجال الرياضي ربما كانت له إنجازات سابقة في فترة من فترات حياته ولكن الاستمرارية مثلاً ربما كان رياضي بعدين صار إداري بعدين صار لنشاطات في مجال الرياضة هذه نسميها الاستدامة أن يكون لابد أن كنت بطل أو كنت لاعب أو في أي مجال رياضي الاستمرارية في نفس المجال وأن كنت تعطي للمجتمع شفنا أن هي ضرورية فسمينا هذا المعيار الاستدامة ووضعنا لأيضاً درجات في هذا المجال هذا بالنسبة للفئة الأولى طبعاً هاي الفئة الرئيسية الفئات الأخرى عدنا فئة مهمة أيضاً هي فئة أسرة بطل قلنا نحن لا بد أن نركز على الأسرة كيف أن هي تدعم هذا البطل يعني نحن البطل نشوفه صحيح الرياضي نراه مثلاً من خلال إنجازات وكذا ولكن لا بد أن نحن أيضاً ننظر من خلف هذا البطل الأسرة التي طلع منها كيف أنهم دعموه في هذه دعم مادي حتى ومعنوي دعم مادي دعم معنوي تحفيز تشجيع توفير الموارد المطلوبة لأنه يقدم هذا الإنجاز الرياضي كل هذه العوامل المهمة وجدناها أنها مهمة في سبيل أن هذا البطل يحقق هذا الإنجاز جميل في جهة رياضية معينة يعني كيف هذه الإنجازات؟ هذا سؤال مهم حقيقة وهو بيعمل فارغ كبير في عملية التقييم نعم نحن كاللجنة الحنية والتحكيم أوجدنا مثل الماتركس التي هي مثل المصطرة في عملية التقييم لكل إنجاز بيكون فيه وزن معين سواء كان إنجاز عالمي، إنجاز أولمبي، إنجاز فردي أو جماعي فردي أو جماعي على المستوى المحلي، على المستوى الخليجي، العربي، كلها تكون فيه الأوزان نعم إضافة إلى ذلك لابد ننظر إلى قدم أو زمن الإنجاز يعني مثلا في عدن الرياضيين أنجزوا قبل عشر سنوات 15 سنة أو أكثر فقلنا هل نحن هايلا نقول لا نريد أن نركز على الفئة الجديدة أو القديمة؟ قلنا لا نحن عشان نوازن في الأمور نحن نفتح المجال للجميع ولكن الوزن بالنسبة للإنجاز طبعا الحديث بيحصل أكثر من القديم ليش؟ لأن نحن نفكر في هذه الجائزة للمستقبل لأن نحن نحفز الأسر على الإنجاز وعلى أنهم يحققون إنجازات في المجالات الرياضية وأن الأسرة تقوم بهذا الدور فبعد ما نريد أن نهمل القدامة فتحنا لهم مجال وزن عليكم لا نحن بالعكس نشكركم من خلال هذا المنبر من أن نوضح هذا الأمر أن المجال مفتوح للجميع أنه يقدم للجائزة ولكن الإنجازات الحديثة بيكون الهوزن أكبر من الإنجازات القديمة جميل دكتور صلاح في رأيك مثلا من خلال هذه الجائزة لها إيجابيات كثيرة مثل حتى توعية المجتمع لأهمية الرياضة توعية الأسرة لابد من مواسطة الرياضة بشكل يومي وبشكل دوري هناك إيجابيات كثيرة لهذه الجائزة فشو الهدف الأساسي من هذه الجائزة دكتور صلاح؟ نعم طبعا هذا حقيقة سؤال مهم يعني قودنا إلى الفئات الأخرى نعم إذا بتكلم عن الفئات الأخرى عشان نحن نشمل كل الأسر الرياضية نعم الفئة الثالثة عدنا فئة نفس الفئة تقريبا شبيهة بالفئة الثانية ولكن بتكون مخصصة للمعاق سميناها فئة بطل أسرة بطل معاق قريبا من الفئة الثانية ولكن هذه حددناها للمعاق ليش؟ لأن المعاق يحتاج إلى اهتمام أكثر المعاق يحتاج خاصة بالنسبة لما يكون في محيط الأسرة إلى تجهيزات خاصة إلى تشجيع خاصة في جهود زيادة جهود زيادة بالضبط يحتاج إلى اهتمام أكثر فقلنا لازم نحط فئة خاصة بهذا الشخص وطبعا معاق أو معاقة يعني ممكن أن تكون أيضا أكثر أكثر من جائزة إذا كان للذكر أو للأنثى أيضا هذه بالنسبة للفئة الثالثة الفئة الرابعة والتي ربما هي إجابة على سؤالك أننا عندما نتكلم على الرياضة لا نتكلم فقط على الإنجازات الرياضية لا بد أن نلمس أيضا جوانب أخرى هناك أسر عندها أنشطة رياضية ومشاركات مجتمعية لا بشرط أنهم حققوا بطولات فأوجدنا هذه الفئة والتي أتوقع شخصيا أنه سيكون عليها قبال كبير هي فئة الأسرة المجتمعية التطوعية يعني أسرة تشارك مثلا في نشاطات رياضية تشارك في مثلا ماراثونات تشارك في مسابقات في التنظيم في التطوع لها مشاركات كبيرة كأسرة مثلا رب أسرة مع أبناء أو كذا ولكن ما لهم إنجازات رياضية فحبين أيضا أن نكرم هذه الأسرة من خلال هذه الفئة وباب التسجيل مفتوح إلى متى دكتور؟ باب التسجيل مفتوح إلى تاريخ 12 ديسمبر إن شاء الله نعم مفتوح من الأحيان إلى 12 ديسمبر وأيضا موقع إلكتروني بإمكانهم الآن جماعة في الفئة الكترول بيعرضونه نعم موجود بإمكان أي أسرة حاب أنها تشارك أكيد في مثل هذه الرياضات أو هذه المسابقات بالانضمام إلى هذه المسابقة ما شاء الله جوائز كبيرة دكتور نعم نتكلم عن هذه الجوائز والمبالغ المالية نعم هي نعم طبعا حقيقة بدعم من المجلس الرياضي أيضا نشكرهم شكر جزيل في توفير الدعم المناسب لهذه الجائزة وأيضا إن شاء الله أيضا عدنا رعاة لهذه الجائزة إن شاء الله بنعلم عنهم قريبا يعني حاولنا أن تكون الجوائز المادية أيضا تكون مشجعة نعم وتكريم المعنوي له وزن الكبير ولكن أيضا العائد المادي أيضا تحفيز إضافي لهذه الأسرة أن هي تقدم على هذه الجائزة والحمد لله يعني نحن فتحنا باب التسجيل وفيه قبال كبير لنا الحين فيه قبال نعم من أسر كبيرة ومعروفة في المجالات الرياضية جميل من خلال هذه الجائزة أكيد فيه رسالة حابين يتوصلونها لأفراد المجتمع سواء كان المواطنين أو حتى المقيمين الرسالة من هذه الجائزة دكتور صلاح والله الرسالة أن الأسرة تهيئ نفسها ادخلوا على موقع الجائزة شوفوا فئات الجائزة شوفوا معايير الجائزة وما يمنع حتى أن الأسرة لو ما كانت حاليا رياضية ولكن لما تشوفوا هذه المعايير في جانب تشجيع أنه ممكن نتأهل نفسها للمستقبل أنه والله هذه جائزة ووجدت من قبل حكومة الشارجة وفيها هذه الحوافز وفيها هذا التشجيع فممكن أن الأسار يبدون من الحين يشتغلون على مثلها دائما حقيقة نحن في مجال الجوائز دائما هذا حرصنا أن نحن للمستقبل نبني أبطال نبني أشخاص متميزين والحين استهدافنا للأسرة وهذه الأسرة أهم ركن من أركان المجتمع وهذه الجائزة أكيد يجب أن تسبقها الحملات الإعلانية أو التسويقية لمثل هذه الجائزة كيف الجانب الترويجي والتسويق لهذه الجائزة؟ والله نحن عندنا حقيقة الأخوان والأخوات في مجلس أمناء الجائزة وعندنا لجان حقيقة قائمين بجهد جبار عندنا لجنة العلاقات العامة وعندنا لجنة الترويج وحقيقة قائمين بجهد جبارة في عملية التسويق والإعلانات وأيضا لنا سفراء النجاح اللي هم سفراء سواء شخصيات رياضية معروفة سواء شخصيات مؤثرة في مواقع التواصل الاجتماعي كلهم حقيقة يعني يساهمون حاليا في الترويج لهذه الجائزة طبعا في الأخير الدكتور صلاح الحاجر عيسى اللجنة الفنية والتحكيم في جائزة الشارقة للأسرة الرياضية شكرا على حضورك معنا اليوم في برنامج صباح الشرقية وشاكل لكم كل جهودكم في هذه الجائزة متمنى لكم إن شاء الله التوفيق دائما وأبدا شكرا جزيلا شكرا شكرا دكتور مشاهدين الآن فاصل قصير ثم نعود أبقوا معنا حياكم الله مشاهدين الكرام بعد هذا الفاصل موروث زراعي في المنطقة الشرقية يهتم به الأهالي كثيرا يسمى اليلبة المزيد في هذا التقرير تعتبر المزارع المحلية في المنطقة الشرقية من الموروثات التي يهتم بها أبناء المنطقة وذلك لتوارثهم مهنة الزراعة من أجدادهم الذين كرسوا أنفسهم لحرث تلك الأراضي ولزراعة الأراضي هناك العديد من الأساسيات التي يتبعها المزارع لحرث الأرض ومنها اليلبة تعد اليلبة هي مساحة زراعية مربعة أو مستطيلة الشكل منخفضة غليلة تصل إلى 16 مترا مربعا تسرع فيها الخضروات الورقية والنخل ويتم تحديدها من خلال التربة المرتفعة على أطرافها ويتم سغي النباتات من خلال عملية الري القديمة فهي مشابهة للأحواض بالإضافة إلى الاعتناء بها بشكل يومي من ناحية قطع النباتات الميتة أو التي تضررت بفعل أشعة الشمس أو بعض البكتيريا الموجودة في الهواء الطلق ويزرع في تلك الأحواض العديد من الخضروات الورقية كالخس والرويد ومحاصيل الذراه والبعض يقوم بزرع فسائل النخيل بشكل منفرد تتميز اليلبة بترتيب جمالية شكل المزرعة بحيث توفر مساحات للممرات بين اليلبات في المزرعة مما يتيح لزوارها بالإحساس بالإنسجام والراحة إذن شاهدنا معكم مشاهدين الكرام هذا التقرير بكيفية زراعة اليلبا يمكن في بعض الزراعات ما زلنا محظوظين عليها في المنطقة الشرقية وتعاد من الموروث الثقافي لدولة الإمارات وتحديد المنطقة الشرقية أكيد دامنا في فصل الصيف الكثير من المحاصيل الزراعية ورحب ننتقل إلى تقرير خص النقل دعونا نتابع يعتبر عذق النخلة من أهم الأجزاء التي تنمو في النخلة فهو ينمو مائلاً ومتدلياً إلى الأسفل وتحت السعف حاملاً معه عدد من الشماريخ الثمرية التي يجمعها العذق مع بعضها البعض ويربط العذق بحبل من القماش أو البلاستيك عند منطقة تفرع الشماريخ عن العذق ويربط العذق بحبل من القماش أو البلاستيك عند منطقة تفرع الشماريخ عن العذق بعد تقوصه وذلك لحمايته من الكسر بعد زيادة حجم الثمار عليها وتحمل النخلة سنوياً من عشرة إلى عشرون عذقاً والأفضل أن نترك عليها من ثمانية إلى ثنان عشر عذقاً تعد عملية خف العذق من العمليات التي يقوم بها المزارع وقت التنبيت أو في بداية نمو الثمر وهي عبارة عن إزالة ما بين ثلاثين إلى خمسين في المئة من الثمار وإزالة عشرين ثمراً من كل شمروخ ولخف العذق فوائد متعددة ومنها إنتاج ثمار عالية الجودة من ناحية الوزن والحجم وتحسين صفات الثمر والتبكير في موعد نضوجها يعتمد عدد العذوق التي تستطيع النخلة في حمله في حجمه وقوته وصنفه والعناية المقدمة لها من ري وتسميد ومقاومتها للآفات وأحوال الطقس وترك عدد كبير من العذوق في النخلة يؤدي إلى تأخر نمو الفسيلة لذلك يوصي بإزالة نصف عدد العذوق التي تحملها النخلة حديثة النمو رجعنا لكم مشاهدين بعد ما شفنا هذا التقرير واستمعنا إلى استعمالات عبج النخيل وأيضا إلى المهام والأمور الأخرى اللي ممكن للشخص يستفيد منها من هذا العبد وطبعا مشاهدين مستمرين معاكم في أجواء الصيف والآن بنتقل إلى موضوع يختص بالعناية بالسيارات خلال الصيف التفاصيل في هذا التقرير صبحكم الله بالخير مشاهدينا ومتابعين من قناة الشرقية من كلباء وأجمل صباح لزملائي باستيديو صباح الشرقية طبعا متواجدين بموقع التبديل للإطارات السريع ورح نعرفكم من خلال مقتطفاتنا على كيفية أخذ احتياطات الأمان في فصل الصيف تابعونا يعتبر فصل الصيف من الفصول الحارة الرطبة ويلجأ أكثر الناس إلى المناطق الصناعية لعمل الفحوصات للسيارات لتجنب أي خطر ينتج من السيارة سواء كانت من إطارات السيارات أو من الميزانية أو زيت المحرك وقطع الغيار تقوم الإطارات بعدد من الأدوار المهمة فهي تحمل وزن السيارة وتمتص أيضا الصدمات الناتجة عن المطبات والحفر وغيرها من النتوآت على الطريق وتزود الإطارات قوة السحب المهمة أي أنها تمسك بإحكام بالطريق لكي تتمكن من زيادة سرعتك وتوجيه السيارة وكبح السرعة بالإضافة إلى أنها تبقي السيارة في المسار الصحيح مهما اختلف الظروف الطرقات لكن مساحة الإطار التي تحتك بالطريق صغيرة جدا لا تتعدى حجم البطاقة البريدية تشمل العناية الجيدة بالإطارات ثلاثة أمور نجيب فعلها وهي المحافظة على ضغط الهواء الملائم في الإطارات وتبديل الإطارات دورياً فيما بينها وضبط استقامتها والمحافظة على توازن العجلات ومن المهم جداً المحافظة على ضغط هواء ملائم في الإطارات تعتبر الصيانة الدورية تبالغة الأهمية لا سيما في فصل الصيف وذلك للحفاظ على سلامة السائقين من أي خطورة قد تواجههم إن شاء الله تكنا لتعجبكم معلوماتنا عن كيفية حماية السائقين في فصل الصيف لبرنامج صباح الشرقية وديع محمد كلباء طبعاً نشكر الزميل الوديع على هذا التقرير المهم حقيقةً في فصل الصيف لابد العناية بالسيارات يعني دائماً الشخص يقوم بالفحوصات الدورية للسيارة مشاهدياً بعد هذا التقرير نأتي إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل وإن شاء الله ألقاكم غداً في حلقة جديدة برنامج صباح الشرقية إلى اللقاء وتحياتي أنا أيضاً عايشة الأنصاري نشوفكم إن شاء الله في حلقة عديدة بمواضية عديدة إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي مثل ما ذكرت عايشة الأنصاري تحياتي جميع طاقم العمل ومع السلامة اشتركوا في القناة